يعني خلال الجولة الثانية في شيء بإضافة يتغير لا ولأجب أن تكون في ذلك الآن لأنني لا أبدأ بداية ضعيفة أكيد يعني بداية ضعيفة لأن نشوف العبارة المعروفة أنه الانطباع الأول هو الانطباع الذي يبقى في ذلك ونحن إن شاء الله نعمل أن يكون الانطباع الأول عننا جيد ولكن نعمل أن يكون يرتفع إلى الممتاز خلينا نقول لك جيد جدا ما لا حرضت بجيد ولكن أطمح إلى الممتاز لا نتحقق من أول مباراة ولكن سأسعد جاهدا بالاستماع للملاحظات الموضوعية المنطقية وأرجو من إخواننا أن أقول لهم انقودونا بموضوعية ولكن استمعوا إلى آرانا قبل أن تحكموا علينا سنبدأ بقوة حتى لو بدأ الدوري ضعيفا وهذا متوقع يعني التفاق والقاتسية الاتحاد والتعاون والفتح ونجران والمشكلة أخي عادل المنتخب السعودي دائما إحنا لو نخسر المنتخب ينعكس وضع المنتخب أو نتيجة المنتخب على الدوري فإحنا الله عيننا نتوقع طبعا يعني أثر الخسارة المفاجئة والصدمة من مباراة أستراليا حتى تنعكس على المباراة الثلاثة هذه لكن ليس على مستوى النقل إن شاء الله لا لا أبو هذا أقول لك يعني الدوري يبدأ ضعيف ونبدأ بقوة بإذن الله تعالى طيب على المستوى استراليات خلينا أضيف أخي عادل أنت أصلتني بالنسبة لما تعلق الشهر القادم الشهر نعمل 26 مباراة في دوري زين للمحترفين 9 مباراة كأس الأمير فيصل بن فهد 4 مباراة دوري درجة الأولى ومبارتين في كأس الاتحاد السعودي لشباب و3 مباراة في كأس الاتحاد السعودي للناشئين هذه هي إن شاء الله تعالى ويمكن طبعا إذا كانت قد تحدثت بعض التغيرات لكن يمكن هذه المباراة التي نقولها في الشهر القادم على أساس اختيار المباراة بناء على توزيع ما بين الأندية بالتساوي أو في مباراة مهمة مثلا لا 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 التساوي وأيضا في مباراة الدربي على المستوى الصغار لكن فيما يتعلق دوري زين طبعا كل المباراة أكيد أكيد طيب فيما يخص الأستوديوهات أعرف أنه طبعا هذه المباراة التي تنقل في هذا الشهر شهر ستنبر شهر عشرة حجري وتسعة ميلادي على مستوى الاستوديوهات هل هناك خطة لإنشاء استوديوهات في الملاعب كما سمعت نعم إن شاء الله تعالى يعني ابتداء من يوم السبت إن شاء الله تعالى خلنا نقول مباراة بكرة يعني إحنا عندنا يمكن أفضل موقع بالنسبة للتلفزيون السعودي أفضل موقع في أستاذ الأمير عبدالله فيصل من سنوات طويلة يمكن وأفضل موقع حتى في ملاعب المملكة بالنسبة لإمباراة الاتحاد والتعاون سيكون التحليل من هذا الموقع هذا استوديوه من شامل المواصل من هذه كانت تقريبا منتصم نعم حسنا لك الموقع موجود من زمان التلفزيون السعودي بالنسبة لإمباراة الاتفاق والقادسية بكرة طبعا الديربي هذا سيكون إن شاء الله عندك بتقديم الاستوديو بأسماء كبيرة ومن الرياض من الاستوديو طبعا لأنه ملعب الراكة يمكن غير جاهز لكن فيما يتعلق لو كانت مباراة في استوديو في ملعب الدمام كان الوضع طبعا أفضل لأنه زي ما شوفنا مباراة المنتخب نحن نقرة مباراة على الهواء وكان الاستوديو التحليلي جيد بتقديم الزميل فهد الدريهم مع طبعا الكابتن عدل البطي وحمد الدبيخي طبعا الموقع فيه استاذ الملك فهد سيكون جاهز إن شاء الله تعالى وأيضا بالنسبة لأستاذ لمير فيصف فهد خاصة بولماء منشأة خاصة للقناة أو بيبي والله هو يعني يمكن كان هذا موقع سابق للأيرتي وطبعا غادرت الأيرتي نعم انتهت وكذا فإحنا إن شاء الله تعالى سنستفيد من هذين الموقعين في الرياض فيما عدا ذلك كل ملعب المملكة الأخرى إحنا عندنا لها مواقع سيكون الاستوديو التحليلي من الملعب إحنا طبعا على غرار ما يحدث في تغطية المسابقات والبطولات الأوروبية طبعا يفضل المشاهد دائما وتفضل القناة دائما أن تتابع الحدث من الملعب حتى الموضيع صراحي يرتاح كثير بضبط شوف أنا إن شاء الله نعد بإذن الله تعالى أن معظم المباريات سيكون الاستوديو المصاحب لهذه المباريات من الملعب نفسها إن شاء الله تعالى أنا أعرف أنه في خطة إنشاء استوديوهات خاصة للقناة في الملاعب ليس فيها استوديوهات قديمة هذا صحيح بإذن الله تعالى مباريات الجمعة نذكر فيها أمام السادة المشاهدين الآن تظهر أمامكم القادسية سوف يلعب مع الاتفاق الاتحاد مع التعاون والفتح مع نجران سوف يكون هناك استوديو تحليلي خاص بالقادسية والاتفاق والاتحاد وتعاون الفتح ونجران إن شاء الله يكون فيه مراسل موجود لتغطية كل تفاصيل هذه المباراة المعلقين عبدالله الحربي القادسية والاتفاق المنظم حديثا نجم التعليق والنجم الآخر أيضا القديم غازي صدقا لاتحاد والتعاون وجعفر الصليح وهو المنظم حديثا أيضا أحد نجوم قناة الدوري ولكاس لمباراة الفتح ونجران حتى إحنا شكلنا الأسماء التي استخطبناها من مختلف القنوات يعني ليس من مصدر واحد من المسؤول في القناة عن ملف نقل الدوري يعني منسق ما بينه وبين الشركة في أنا وفي الزمينة غانما القحطاني متابعة طبعا من معالي وزير الثقافة والإعلام وصاحب السمو الملك الأمير التركي بالسلطة ابن عبد العزيز وأيضا أستاذ عبد الرحمن الهزاع اللي صار هو الحقيقة رياضي في الشهر هذا كان معنا وتحول شهرين عادي الأخيرة صاح لدقة تهوى أصيل عن الرياضة وما كان يعني ماهو رياضي برنا بس الآن مجلاء وكويس وكويس أنه وزني خف الشهرين الأخيرات هالي بسطرات عندي اللياقة تفعل شوي عشان نستطيع أن نلحق وراءهم حمشي مثلا عميولك في لا 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 وراء ما عندي بيقولها حقيقة خليها دي مستوع طيب آخر سؤال عندي قنوات الأربع الإضافية تكون خاصة بالنقل فقط ما نكون فيها بثة 24 ساعة المرحلة الأولى حقيقة بنحاول في القنوات الأربع ستكون قنوات رديفة للاستيعاب واستقطاب أكبر عدد من عدد المباريات القناتين الأولى والثانية ستكون فيها البث ماشي والإعادات أيضا متى ما نقلت المباريات على القنوات الثلاثة وأربعة وخمسة وستة ستكون هناك إعادة لأنه إيش أنت مثلا مستمتع بمباراة على القناة الرياضية الأولى في نفس الوقت وهناك مباراة في نفس التوقيت منقولة على القناة ثلاثة فنحقق أن نشاهد هذه المباراة على قناتك التي تتابعها باستمرار سيكون هناك إعادات مجدولة وسيكون هذا من ضمن الحقيقة الآلية سيتم جدولتها بحيث أن المشاهد يشوف المباراة أكثر من مرة في أكثر من قنات هياك الله ما قصرت شيء إضافة أخرناك اليوم أبدو الله سلامتك الحقيقة بس إن كان لي من كلمة في النهاية الحقيقة في أول الشكر لخادم الحرمين الشريف يحفظه الله وسمه العادة سمونا بتاع على هذا الدعم الشكر أيضا مغصول لمعالم وزر التقافي الذي أتعبنا الحقيقة بمتابعته لا يمر أن يتصل مرتين أو ثلاث مرات يريد أن يتطمن على سير العمل وحب طعم الجميع بأن العمل سير على ما يرام اسمه الأمير التركي الله يسلم وأيضا هو القلق الثاني في هذا الموضوع ويتابع أيضا بمتابعة رصيقة شكر مني موصول حقيقة لجميع من ساهم وأسهم وسيساهم في نجاح هذا المشروع الوطني الشكر لكل الزملاء في القناة الرياضية وأيضا الشكر لمن ساهم معنا في رعاية الشباب ووزارة المالية وأعد بإذن الله جمهوري العزيز والمواطن السعودي في كل مكان بأنه ستصل إليه باقة من المباريات الدولي السعودي منقولة في أبه حلة وسيستمتع فيها وهو مستلق بين أهله وذويه لا يحتاج أن يغادر منزله لكي يشاهد هذه المباراة في أي مكان آخر كما اعتاد أن يفعل في السنوات الماضية نعم بالنسبة للبرامج أبو لما نختب ونقول أنه البرامج أيضا كلها ستسخر أيضا لخدمة الدورية وتغطيتها سنبدأ بإرسال أن الظهر نغطي كل شيء وننتهي بالملعب في المساعد من يوم السبت من يوم السبت كل برامجنا تعود كما هي إضافة إلى الدليل القاطع وفي الثمنيات ومساء الرياضية ومساء الرياضية وسيرة والملعب وفي الثمنيات نعم وبالإضافة إلى برامج للعب المختلفة ستكون على القناة الثانية عبر القناة الرياضية الثانية وكأنها ستكون متخصة وتهتم بالعب الأخرى عشان لا نظلمها عشان لا تكون القنوات الستة كلها كرة قدم فقط فإحنا أثرنا أو فضلنا أن نخصص القناة الرياضية الثانية في تغطية أو بث البرامج التي لا علاقة لها بكلة القدم بإذن الله تعالى شكرا لك أبو الأمان شكرا لأستاذ عبد الرحمن الهزاع المشرف العام على التلفزيون والمستشار شكرا لأستاذ عدل العصام الدين ودير عام القناة القنوات الرياضية السعودية يحتاج وقت حتى نتعود على الموضوع هذا شكرا أيضا لكل مشاهدنا نيوتون يقول أن ثقة الناس خير من محبتهم لك نتمنى بإذن الله تعالى وننتظر منكم الثقة شكرا لكل من وثق بنا شكرا لكل من كانت ردة فعلة جيدة وكان متفائلا بنقل جيد شكرا أيضا لمن لم يكن متفائلا وكان قلقا لأن هذا القلق وعدم التفاؤل عطانا دافع أكثر وحافظ أكثر لبذل المزيد من الجهد شكرا لكم جميعا ننتظر منكم النقد النقد وبالتأكيد النصح ولكن بعين الإنصاف لا نريد لا عين الرضا ولا عين الصق لأن عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين الصق تبدل المساوي نحن لا نبغى هذه ولا هذه نبغى عين الإنصاف التي ستكون بالتأكيد تتعامل تحت شعار أن الرجل الوحيد الذي لا يخطأ هو الذي لا يعمل موعدنا معكم غدا كورتنا على شاشتنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر